مجلس الأمن يجتمع مجدداً للوقوف على آخر التطورات المتصلة بتنفيذ اتفاق السوكهولم بشأن الحديدة وساطة تعقيدات لا تزال تعترض تنفيذ هذا الاتفاق وخلال الاجتماع المقرر أن يُعقد الأربعاء سيتم الاستماع إلى تقرير من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث حول الاتفاقيات التي توصل إليها طرف الصراع في السوكهولم وجهوده الرامية لإنهاء هذا الصراع وسيستمع كذلك إلى تقرير من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك مضى أكثر من أسبوعين حتى الآن على صدور القرار رقم 2451 عن مجلس الأمن وهو أحدث قرار بشأن اليمن فيما تنتهي الأربعاء مهل التنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة والمتعلقة بالانسحاب العسكري من المدينة والموانئ دون أي تقدم يذكر وزاد من التعقيدات المتصلة بالحديدة وهي الجزء الأهم من اتفاق السوكهولم عدم نجاح المبعوث الأممي على ما يبدو في تحقيق حلحالة للتعقيدات المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق خلال زيارته القصيرة إلى صنعاء يومي السبت الأحد الماضيين ولم ترشح معلومات ما إذا كان المبعوث الأممي قد التقى أي من القيادة الرسمية في الحكومة الشرعية أو أنه توجه إلى الرياض فعلاً في ظل التكتم الإعلامي حول تحركاته منذ أن غادر صنعاء يأتي ذلك فيما عقد الرئيس عبد الربو منصور هادي مساء الاثنين اجتماعاً وصف بالاستثنائي حضره نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الخارجية رئيس فريق المشاورات خالد اليماني وكان اللافت في البيان الذي صادر عقب هذا الاجتماع عدم إشارته إلى المبعوث الأممي أو إلى أن لقاء قد عقد مع هذا المبعوث في مقابل التشديد على تمسك السلطة الشرعية باستلام وإدارة أمن المحافظات من الميليشيا والتي تبدأ بتنفيذ اتفاق السوك هولم بشأن الحديدة وما يليها من اتفاقات النبرة التصعيدية في خطاب الشرعية تبدو واضحة من خلال ما أشار إليه بيان الاجتماع الذي أوضح أن النقاشات الملاحظات هدفت إلى تعزيز جهود الحكومة الشرعية على الأرض لتعزيز الانتصارات الميدانية التي أجبرت الانقلابين للجنوح نحو السلام على حد وصف البيان صامت المبعوث الأممي هذه المرة أكثر من اللازم بانتظار ما سيفصح عنه في التقرير الذي سيقدمه إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن وليستبين اليمنيون ما إذا كان ما يزال الأمل معقودا على المشاورات في إنهاء الحرب أم لا ترجمة نانسي قنقر شكرا